السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع المصابير الفضائية التي تصول وتجول في العالم الافتراضي المزعوم وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ في الفترة الاخيرة تم الاعلان عن نجاح مهمة المصبار الفضائي الصيني الذي كان في رحلة عمل إلى الجانب المظلم من القمر وذلك لأخذ عينات من الصخور والتراب القمري والعودة للأرض بعد قضاء شهرين من المخاضر ساحب هذا الحدث إبراز قوة المراسد الأرضية المقامة في كل من البرازيل وأبوظبي وناميبيا في تتبع مسار الرحلة ورسد المصبار وكان ذلك من طرف المنصات الإعلامية بمختلف أنواعها والتي تسابقت كعادتها في نقل ذلك الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن ما هي هذه المصابير وعن ميكانيزمات وآليات عملها وبطبيعة الحال الإجابة النموذجية التي نجدها مطروحة هي أن هذه المصابير عبارة عن مركبات فضائية آلية بدون طاقم تستخدم لاستكشاف الفضاء الخارجي وما فيه ومجهزة بأدوات علمية مختلفة مثل الكاميرات المتطورة وأجهزة المطياف ومقياس الطاقة الإشعاعية ومقياس المغناطسية وغيرها وما يجعلها آلات خاصة هو آليات الاتصال بها وتوجيهها من القواعد الأرضية إذ تتطلب عملية إرسال المصبار حسبهم دقة عظيمة في زاوية الانطلاق من الأرض والاستعانة بظاهرة دوبلر وتغيير مدة تقدم الإشارة وطرق أخرى في توجيهه بالإضافة إلى آلية تغذيته وحصوله على الطاقة التي تختلف باختلاف المهمة من مصبار إلى آخر حيث أن المصابير التي ترسل إلى القمر أو الكواكب الداخلية تعتمد على جهاز تخزين الطاقة ويتم شحنه بالألواح الشمسية المركبة على المصبار أما المصابير ذات الاستخدام المحدود فتعتمد على البطاريات والتي ترسل إلى أعماق الكون كما يقولون والمسافات البعيدة فتعتمد على البطاريات التي تعمل بالنظائر المشعة لكن المشكلة أنه لو دققنا في ذلك لوجدنا أن هناك تناقض كبير في هذا الطرح العلم حسبهم وتباين عظيم بين كل المعطيات الموجودة فانطلاقا من أقوالهم فإنه لا بد من توفر عدة شروط حتى تعمل تلك المصابير وفق ما يقولون وأهمها المواد المستخدمة في بناء هيكل المصبار والأجهزة الحساسة التي به طريقة ربط الاتصال به وتوجيهه وآليات التغلب على الأشعة الكونية ودرجات الحرارة المرتفعة وجاذبية الأجرام بالإضافة إلى ميكانيزمات الملاحة في ذل الحركات المختلفة للأرض والأجرام الأخرى وهنا ما هي المواد الأولية الخارقة التي صنعت منها هذه المصابير الفضائية ومعداتها حتى تستطيع السمود في تلك الأهوال العجيبة التي يذكرونها عن الفضاء ما هو تكوين مصبار باركر الشمسي الذي في نوفمبر من سنة 2021 اقترب بمسافة 8.54 مليون كيلومتر من سطح الشمس وطار خلال هالتها وخرج منها بسرعة 163 كيلومتر في الثانية وأنجز مهمته في اكتشاف البنية الدقيقة للبلازما والرياح الشمسية والتغيرات في مجال المغناطيسي أي منطق هذا وأي علم وهم يقولون بأن درجة حرارة سطح الشمس تصل إلى 5800 كيلومتر وجاذبيتها 274 متر ثانية تربيع أي 28 مرة ضعف جاذبية الأرض حسب قولهم أين العقول ثم كيف يتم ربط الاتصال به وتوجيهه من الأرض عبر تلك المسافات الخيالية والأبعاد السحيقة كيف للموجات الراديوية التي تتأثر بظواهر الإنعكاس والانكسار والحيود والامتصاص والاستقطاب والتبحثر أن تحافظ على ذلك الربط هل تغير الظاهر لتردد أو طول الموج للأمواج أو ما يسمى بتأثير دوبلر هو آلية عمل ذلك الربط كيف يكون ذلك وهو ظاهرة يفترض فيه ثبات الراسد حتى يستطيع رصد التغيير في الطول الموج للموجات القادمة إليه من المصدر وهم يقولون بأن كل شيء في الكون متحرك أين العقول ثم كيف تتفادى تلك الموجات الحطام السخري الذي خلفه تكوين النظام الشمسي في الفضاء مع كل تلك النيازك والمذنبات والشهب أي أقل هذا والسؤال الأهم كيف تنفذ تلك الموجات من سقف السماء أصلا وهم يقولون بأن الغلاف الآيوني تنكسر فيه الموجات الراديوية وتنعكس إلى الأرض فيما يسمى بانتشار الموجات الراديوية السماوية وكذا الانتشار التروبوسفيري والمعروف أن الموجات تنتقل في خط مستقيم وهي طريقة الانتشار الوحيدة الممكنة عند ترددات الموجات الميكروية وما فوق كيف يتم ذلك؟ الحقيقة أنه لا يمكن اختراق سقف السماء بأي شكل من الأشكال والدليل عمل الموجات الراديوية التي تنعكس على صفحة السماء وتصل إلى هدفها والشواهد كثيرة وأهم مثال على ذلك هو البث الإذاع المباشر لهيئة الإذاع البريطانية البي بي سي سنة 1929 والبث التليفزيون المباشر في أمريكا سنة 1951 أي سنوات قبل حكاية الأقمار الصناعية وخزابالات الفضاء ضف إلى ذلك لإرسال تردد معين يجب أن يكون هناك جهد كهرباء كاف لتوليده فهل البطارية والألواح الشمسية الصغيرة في المسبار كافية لذلك؟ والمعروف في الترددات اللاسلكية وجميع أنواع الدوائر الكهربائية الأخرى تكون طاقة التي يتبددها المكون مساوية للجهد عبر هذا المكون مضلوبا في التيار المتدفق عبر المكون فكيف يتحقق ذلك هنا؟ والأدهى من ذلك أنهم يقولون بأنه يستخدم جاذبية الكواكب في تنقله من كوكب لأخر فهو يبطئ ويسرع ويعدل مساره بالمحرك النفاث الصغير الموضوع خصيصا لتعديل مساره في ذلك فماذا ينفث في الفراغ؟ وماذا يدفع حتى يعدل المسار؟ ثم ما هذا المسبار الخارق الذي ينطلق في المجموعة الشمسية ضاربا بكل الجاذبيات حوله عرض الحائر؟ بل ويسخرها لمصلحته فتوصله إلى وجده وتقذفه جاذبية الكوكب إلى الأمام وتسرع حركته ولا تبتلعه وعندما يريد الهبوط على أحدها يدخل في مداره ويقفز بالمظلات أو بالوسائد الهوائية وبكل بساطة حتى أنه يسير عليها ويأخذ عينات منها ويلتقط الصور وسلف للذكرى وكأن الفضاء ساحة منزل خلفية هادئة يلعب فيها ذلك الطفل المتحكم بألعابه ما هذا التخبيص؟ وما هذا الاستهزاء بالعقول؟ كيف يتحمل ذلك المسبار الصغير؟ السرعة المهولة للشمس وتوابعها بعد أن يقذف خارج الساروخ ويواجه جريان المجموعة الشمسية بسرعة ثمانمائة ألف كيلومتر في الساعة ما تأثير ذلك عليه؟ كل هذا وغيره يجعلنا نقول لهؤلاء ومن يتعصب لهم للعلم ولا المعطيات التي كدستموها في الأذهان تشفع لكم في الاستمرار باللعب على الأقول وكما قيل قديما حبل الكذب قصير فها هي معطياتكم تدينكم واللبي بالإشارة يفهم كخلاصة لما قلناه ما هذه المصابير سوى ألعاب إلكترونية أوجدوها في محاولة لتقديم الدليل العملي على نظرياتهم التخيلية وقد جسدت نماذج منها بالفعل على أرض الواقع بجهود نخبة من العلماء وذلك لإعطاء مصداقية أكثر في ادعاءاتهم ولكنها صنعت على الأرض وباقي عليها ولا شيء آخر وما يصدقه أغلبية المغيبين ذهنيا من ذلك ما رده إلى الإبهار العلمي والتكنولوجي الممارس بقوة من قبل هؤلاء فهم لم ولن يروا خواس التصنيع ولا التحميل ولا الإطلاق ولا آليات المتابعة وجل ما يسلهم هو الصور المعدلة والفيديوهات المفبركة التي بان عوارها وكشفت حقيقتها للخاص والعام لكن لا حياة لمن تنادي فقد أعمى ولع التقليد والاتباع بصائرهم وصم زخرف القول آذانهم والله المستعان في الأخير هذا توضيح بصير لتلك المصابير الخيالية ذكرتها للتمع والتحقق والبحث فيها من لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم